شد وجذب وحوارات صارخة ترقب حذر وانتظار محتمل لخطوة فارقة ربما تشعل الصراع الذي لا ينتهي أثره أبداً في الشرق الأوسط الذي ساق له القدر أن يعيش على مدى التاريخ ساخناً لا تهدأ ثورته وصخبه إيران تسعى ما بين لحظة وأخرى للوفاء بالعهد الذي قطعته على نفسها بعدما استهدف الكيان جسد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هانية بصاروخ موجه في مقر إقامته بمبنى المحاربين القدامى شمال العاصمة الإيرانية طهران لكن مع الحديث عن توقيت مناسب للهجوم المحتمل زادت الأيام وبدأ اليأس يتسرب إلى النفوس هؤلاء الذين يدعمون الجانب الإيراني في تعهده بالرد على اختراق مجالها الجوي من قبل الكيانة فماذا لو كانت إيران تمارس لعبة نفسية على إسرائيل فما بين الهجوم الوشيك والدعوات الصريحة من قبل بعض القوى الإقليمية بالتراجع عن التهديدات الموجهة إلى الكيانة ربما لن تهاجم إيران أبدا في تصريح المثيرين للجدل أفاد مسؤول إيراني بارز أن إيران تطلق حملة حرب نفسية ضد إسرائيل مشيرا إلى أن التهديدات التي يتم تداولها بشأن هجوم محتمل قد تكون مجرد جزء من استراتيجية ضغط نفسية الأكثر من ذلك أن الهجوم المزعوم من قبل إيران قد لا يحدث على الإطلاق إيران تستخدم أسلوب الحرب النفسية كوسيلة لزعزعة الاستقرار النفسي والسياسي داخل إسرائيل دون الحاجة إلى اللجوء إلى التصعيد العسكري الفعلي وأضاف المسؤول أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو إبقاء الخصم في حالة توتر دائم مما يمكن أن يؤثر على قدرته على اتخاذ قرارات استراتيجية ويدفعه إلى ارتكاب أخطاء كما أكد المسؤول الإيراني أن التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران لا تعكس بالضرورة نية فعلية للهجوم بل على العكس فهي جزء من تكتيك أوسع يهدف إلى إرباك الخصم وزيادة ضغوطه النفسية من خلال خلق أجواء من عدم اليقين والخوف تأمل إيران في تحقيق مكاسب استراتيجية دون الحاجة إلى الدخول في صراع العسكري مفتوح في سياق أوسع تعكس هذه تصريحات النهجة الاستراتيجية لإيران في إدارة صراعاتها مع خصومها من خلال التركيز على الحرب النفسية تسعى طهران إلى تحقيق أهدافها دون تكبد تكاليف النزاع العسكري المباشر والذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على جميع الأطراف المعالية تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الوضع في منطقة توترات متصاعدة مما يزيد من أهمية فهم الاستراتيجيات النفسية والتكتيكات التي تستخدمها الدول الكبرى في صراعاتها وفي تصريحات مثيرة أخرى أكد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب خلال مقابلة مع الملياردير الأمريكي أيلون ماسك عبر منصة X أن الجميع ينتظر هجوما من إيران على إسرائيل لكن إيران لن تواجم طالبا من الجميع حول العالم أن يصدقوا تلك الحقيقة أن الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة لكن إسرائيل لم تكن لتتعرض لهجوم لو كان هو في سدة الرئاسة في المقابلة أكد ترامب أن التهديد الإيراني ضد إسرائيل ليس واقعيا كما يعتقد البعض وقال الجميع يتوقع هجوما من إيران لكن الإيرانيين لن يهاجموا صدقوني لقد عرفوا أن لا يعبثوا عندما كنت رئيسا وتبع ترامب أن إيران كانت في حالة اقتصادية صعبة خلال فترة رئاسته حيث قام بفرض عقوبات صارمة على الصين من خلال تهديدها بوقف أي تعامل انتجاري مع الولايات المتحدة إذا استمرت في شراء النفط من إيران الضغط الاقتصادي في حقبة ترامب قد أثر على قدرة إيران على تمويل جماعات مثل حماس وحزب الله قائلا لم يكن لديهم أموال لحماس لم يكن لديهم أموال لحزب الله ترامب يتحدث كقائد الدولة العظمى حول العالم ولذا يتحدث حول كافة الأمور الساخنة حول العالم حينما تحدث علنا حول قدرته إنهاء النزاع في أوكرانيا ورمى إلى أن رئيسا ذكيا يمكنه فعل ذلك في إشارة واضحة إلى أن إدارة جو بايدن أخفقت في الكثير من الملفات العالقة أكثر ما تخشاه إيران من خطوتها التي حذرت منها القوى الإقليمية هو ردة فعل إسرائيل على الهجوم فيما بعد الضربة الإيرانية ستكون هناك حاجة مليحة في الجانب الآخر للرد على المستوى وما أفادت به صحيفة هارس الإسرائيلية بأن القيادة الإيرانية تشهد انقساما داخليا حادا بشأن كيفية الرد على تهديدات والتوترات الإقليمية المتصاعدة وأبرزت الصحيفة أن الرئيس الإيراني الجديد مسعود بسشكيان الذي تولى منصبه مؤخرا قد جعل من أولويات أجندته إصلاح الاقتصاد الإيرانية وتهزيز العلاقات الدولية في هذا السياق أبدى بسشكيان قلقه من الهجوم المحتمل الذي قد يخلف عواقب وخيمة على بلاده إيران أكدت على حقها في دفاع عن النفس مشيرة إلى أن هذا الحق ليس مرتبطا بوقف إطلاق نار في غزة ومع ذلك تأمل إيران في أن يكون ردها محدد التوقيت وأن يتم تنفيذه بطريقة لا تؤثر سلبا على جهود وقف إطلاق النار المحتملة الحديث داخل إيران غامض بما يكفي لتمكين الجميع من تفسيره على النحو الذي يرضيهم فأي معلومات مسربة لم تلتزم بتحديد طبيعة وتوقيت الرد كما لم توضح كيف سيتماشى هذا الرد مع رغبة الأطراف في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة الذي تسعى جميع الأطراف إلى تحقيقه قبل جلسة المفاوضات المرتقبة يوم الخميس في هذا السياق تعمل واشنطن بجد على بذل جهود دبلوماسية مكثفة لإقناع طهران بالنظر إلى وقف إطلاق نار في غزة كبديل للرد الانتقامي وتسعى الولايات المتحدة إلى دفع إيران نحو اتخاذ رد محدود لا يؤدي إلى تصعيد النزاع ويجنب المنطقة الدخول في حرب أوسع نطاقا تأتي هذه التحركات في إطار محاولة لتخفيف حدة التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي في ظل التصعيد العسكري المحتمل تسعى الولايات المتحدة إلى تجنب وقوع المزيد من الأضرار وتعزيز جهود السلام والتهديئة في منطقة تعاني من الأزمات المتعددة كما يعكس الانقسام داخل القيادة الإيرانية التحديات الكبيرة التي تواجهها طهران في اتخاذ قرارات استراتيجية وسط الضغوط الداخلية والخارجية بينما يسعى بزشيكيان إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز العلاقات الدولية يواجه تحديات معقدة بشأن كيفية التعامل مع الوضع الإقليمي المتوتر وكيفية تحقيق توازن بين الرد العسكري الضروري والحفاظ على الاستقرار في المنطقة في الوقت الذي تستمر فيه المناقشات حول كيفية التعامل مع تصيد يبقى الوضع في غزة وتطورات المفاوضات على رأس أولويات المجتمع الدولي الذي يترقب نتائج هذه الجهود لمعرفة كيفية تأثيرها على الأمن الإقليمي والاستقرار الدولي فهل تهاجم إيران؟ أم أننا أمام أكبر خدعة عسكرية في التاريخ الحديث؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر